خلو إن في الدراما بننور الناس لنوعية حاجات برضو يبقوا عارفينها يعني نوعية أمراض معينة ممكن تلاقي حد عايش في البيت مع أهله وعنده المرض ومش فاهم إن ده مرض يعني مش عارف إن هو عنده المرض ولا الأهل عارفين يعني إن ده مرض وإن ده محتاج دكتور وإنه محتاج يتعالج فحلو إن انت اخترتي مواضيع جديدة يمكن في سلمة أو في فريدة هنا موضوع الزهان وده مرض نادر ما هواش حاجة شعبية أو ملعب فيش على الحاجات اللي هي الناس كلها عارفاها وعايشة بيها وتتكلم عنها مثلا مثلا زي والاحتياجات الخاصة أصحاب الهمم والحاجات دا والميتافيرس دا حاجة جديدة على الشعب بتاعنا فحتلاقي مثلا تسعين مليون مواطن مصري مش عارفوا ولا أنا على فكرة أنا وحشة جدا في التكنولوجيا يعني بتلاقشي أضايا جديدة مش أو مش حاجة ما لعبتيش على المضمون اللي هي الحاجة اللي بتخص كل بيت مصري فده كان صعب عليكي ولكن مهم أني أنت عايزة تتلعي بالدراما لبره شوية أو لفكر الجيل الجديد أو الشباب الجديد أو إيه والله أنا كان رهاني على المشاهد يعني عندي إحساس أن المشاهد المصري والعربي بقى متقدم جدا وبقى طول الوقت مواكب للتطور اللي موجود بسبب المنصات وانفتحنا على العالم الشباب دلوقتي معظمهم وحتى مش الشباب بس يعني حتى الأكبر شوية من الشباب بقوا متابعين بشكل جيد جدا لمسلسلات بره آه يعني مسلسلات ديني ماركي وأمريكي وفرونس نيت فليكس يعني والمنصات والحاجات دي فتحت الدنيا أكتر بالضبط فبقوا متقدمين ومواكبين أوي فأنا بحب على فكرة أعمل الحاجات التقليدية برضو يعني أنا مقدرش أنسى حلوة الدنيا أعملت حاجات تقليدية آه لكن معرفش لما كمان اخترنا وش ثالث لو سلمة كان لازم الجزء الثاني يبقى أكتر تطورا ويبقى يكمل منظومة وجوه يبقى كأنه الوجه الأول وش ثالث والوجه الثاني ميتا فيرس آه فكنت عايزة حاجة أكتر حداسة كمان بس كان رهاني دايما على المشاهد المصري والعربي بصراحة آه طب يعني طبعا الميتا فيرس أو العالم الافتراضي وده اللي جاي يعني دا اللي جاي بخفتيش أن تخشي في عالم افتراضي أو تخلي تحبيب الجيل اللي جاي هو مش ناقص يعني هو الموبايل والسوشيل ميديا خلت الأسرة كل واحد قفل على نفسه باب قوضة عشان قاعد مع الموبايل بتاعه أو قاعد مع السوشيل ميديا بتاعته وعايش في العالم الافتراضي بتاعه أو بيبقى فيها كمان شوية فيها اتصالات ما بين بعض عالسوشيل ميديا ولكن الميتا فيرس دا أنت بتعودي الواحدة الخالص بقا بتعيش بالعالم اللي انت عايشة مع بقا فمش خايفة إن دا إن علم الجيل الجديد إنه هو يعيش في عالم افتراضي بقا وما يعيش في الواقع أصلا أنا ضد الميتا فيرس جدا يعني أنا موافقة أنا شايفة إن الميتا فيرس دا لو تطبق فعلا هيحول البشر لزومبي أطبع